ما أعرف المواطن يساعد الحكومة لو الحكومة ساعد المواطن والله ملينا يعني من الصباح للليل من بدل حضور التجوال لحد الآن آلاف الشباب بالعراق ومات من شباب محافظة النجف تركض من الصبح للليل نجمع مننا ألف ومننا ألفين ومننا ميت ألف على مود نساعد العوالي المتعففة نركض والله عاي في العوالينا وبالخطورة وبالكارونة والشرطة القاطعة الشوارع وش حدك رايح وش حدك راجع وفوق الحكومة بيساعدونه ساعدونه والله تعبنا هاي في العوالينا هاي قاعدة ساعد أحد العوالي المناطق العوالي المتعففة من محافظة النجف إجت ناس شباب مننا مننا ابناء محافظة النجف عقود جراء يوميين مجاري ودارة الماي دارة الماي ألف وميتين عقد والمجاري خمسمائة عقد تعال وقعوا إجازة إجمارية بدون راتب إجازة مفتوحة زين أنتوا هاي ما فكرتوا ما عنده حليب عنده إجار مصرف مخضر غيره عنده سلفة هي ثلاثمائة ألف هي ثلاثمائة ألف ألف وميتين عالة اذ قطعوا الرواتبهم وبأي صفة قانونية بأي صفة إنسانية يعني هاي الدول العالم هي قاعدة ساعد شعوبها بهاي الأزمة وانتوا قاعدين والله وعى الكراسي والمالاتكم النجدات والهوسة وقالت خلية الأزمة وكذا مليار هاي الناس كتا الهجوع الناس تعبت الناس بلت قلنا كافي اعتصامات خاف نسبب مشاكل المحافظة تدجب العراقية وننصح الناس يا معودين قدوا الناس راح تنفجر من وراكم والله راح تنفجر هنا مليونة الانسان هم من عند طاقة يعني نصيح بالفيس ونصيح بالتلفزون ونصيح بالشارع واللمع لا يقليل وعواد بالعوالي المتعفل ما يصير يا أخوان ما يصير يا سيد المحافظ يا المسؤولين يا خلية الأزمة يعني الف وميتر عالة دارة المجار ودارة الماء مهددين بالضياء بالجوع اتقى الله والله الموظفين ورا الكاميرا جابوا لهذا التعاهدات الموقعين يخافون يقولون المدراء يفصلونه ما يصير اشتركوا في القناة